عشرات القتلى وأكثر من نصف مليون مشرد ومتضرر من الفيضانات في السودان بعد انهيار أكثر من مائة ألف منزل وإزاء ما تعيشه معظم ولايات ومناطق السودان من أوضاع بالغة السوء أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية كما أعلن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لثلاثة أشهر قادمة منسوب الماء في النير الأزرق بلغ مستويات قياسية بحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين في الخرطوم إذ وصل إلى 17 متر و58 سنتيمتر متجاوزا بذلك أعلى منسوب خلال مائة عام مضت بأكثر من 30 سنتيمتر الفيضانات عزلت قرى بأكملها وشردت سكانها ليهيموا على وجوههم بحثا عن مكان مرتفع يعصمهم من الماء يهيمون على وجوههم يتخطفهم الحزن على من فقدوا من ذويهم والقلق من شبه عدام ليد تمدهم بالعون في محنتهم فحكومة الخرطوم مزقت قدراتها الصراعات السياسية بين مدنيين ينادون ببناء ديمقراطي بعيدا عن سيطرة حامل البندقية وعسكريين يرون لأنفسهم الحق في حكم البلاد والتحكم بدفة سفينتها الموشكة على الغرق أما على المستوى الدولي فلم يشهد السودان تضامنا عربيا أو دوليا واضحا يقيل العثرة وينقذ ما يمكن إنقاذه ولم تشهد الخرطوم زيارات تضامنية رئاسية أقليمية كانت أو دولية ربما لأن السودان لا يقع ضمن محيط ساحة النزاع الدولي على الثروات الطبيعية من نفط أو غاز وربما لأن مجلس الحكم السوداني فشل حتى اللحظة في بناء علاقات دولية متوازنة تضمن للسودانيين مصالحهم وتعينهم على نوازل الدهر ترجمة نانسي قنقر